ربما تختلف الأماكن لكن لم يختلف الحدث والعنوان وفي التفاصيل منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين قدمت نحو 500 سلة غذائية للعائلات النازحة في مخيم السلامية الأول في منطقة السلامية التابعة لقضاء الحمدانية جنوب شرقي الموصل اليوم جاء كادر القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين مع كادر منظمة أم القرى لإغاثة الإنسانية بحملة كبيرة لتلبية احتياجات هذا المخيم بعد وصول كذلك النداءات التي وصلت إلى هيئة علماء المسلمين وكادر منظمة أم القرى لإغاثة الإنسانية المساعدات شملت أيضا بعض المستلزمات الضرورية لذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك لسائر النازحين من مناطق مختلفة من الموصل بعد أن تقطعت بهم السبل وتركتهم الحكومة في بغداد من دون رواتب ولا مساعدات تذكر في ظل موسم الشتاء وبرودة الطقس لتلبي المنظمة ومعها الهيئة نداءهم وتقدم لهم ما يسندهم في محنتهم وككل مرة يتلقى المنظمون كيلا من الثناء والمديح نشكر قراءة أم القرى ومنظمتها وممنونين منهم ودارونا وفادونا شثير لهم وهم وإحنا ما عشنا طلبي والله أنا ما أنظر عندي ابني أسير اللي يعينني والرعاية ماكو راتب ماكو هسا أريد أصرف لي على نفسي إعلاج مقدر نشكر منظمة أم القرى وهيئة علماء المسلمين جزاهم الله ألف خير وإحنا هسا موظفين بس ماكو ما أجل أحد هسا التصريح الأمني من بغداد لا راتب لا شيء خلف الله على المنظمة اليوم نقذتنا بهذا الشيء الحملة الإغاثية لمنظمة أم القرى والهيئة في منطقة السلامية لم تكن الأولى ولم تكن الأخيرة فسبقها العشرات من الحملات التي طالت المخيمات المنتشرة في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية ضد تنظيم الدولة كما أنها لم تشمل مساعدات إغاثية من طعام وشراب فقط بل كانت من أجل تأمين القرطاسية أحيانا والأدوية أحيانا أخرى وكل ما يمكن أن يساعد الأطفال والنساء والمسنين وكل من يحتاج لمد يد العون